ايران توجه تهديدا حادا الى الولايات المتحدة على خلفية تصريحات ترامب بتدمير الزوارق الايرانية محافظ البنك المركزي في لبنان ينزل المسؤولية عن نفسه بينما تستمر المظاهرات ضد الاوضاع الاقتصادية الحكومات حول العالم تدرس استخدام جوازات خاصة في ظل المساعي لعادة احياء الاقتصاد العالمي الموجز من اي تون فو نيوز اهلا بكم وجهت القوات المسلحة الايرانية تهديدا حادا الى الولايات المتحدة بعد تهديد رئيس الامريكي دونالد ترامب بتدمير الزوارق الايرانية وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ابو الفضل شكارجي في تصريحات مع التلفزيون الرسمي ان الولايات المتحدة ستتلقى صفعة اقوى من ذي قبل في حال اعتدت على المياه الايرانية والمصالح وصالح شعبنا في المياه الخليج دافع محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامي عن سجله رافضا تحميله المسئولية عن الازمة المالية وطمأن المدخرين الى عدم وجود اي خصم على ودائعهم تأتي اقوال سلامي على خلفية تجدد تظاهرات عند فروع مصر في لبنان وذلك احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية المعيشية المتردية في ظل الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وكذلك جائحة كورونا وهاله اندسات نحن اضطرنا نعملها لنكسب وقت للبنان للبنان يصلح حاله البونك المركزي مول نعم مول الدولة ولكن مش هو اللي صرف الاموال هناك من صرف الاموال ونحن منطمن الليبنانيين ومنأكد لليبنانيين ان الودائع تبعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفة وعم تستعمل والى ليبيا اكد بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي ان العملية البحرية لفرض حضر الاسلحة الى ليبيا ستكون جاهزة خلال الايام القادمة واضف استانيران العملية والتي يطلع عليها اسم ايريني ستملك الوسائط اللازمة لبدء مهمتها مشيرا الى انه تم التوصل الى اتفاق بين الدول الاعضاء لتوفير اولى السفن والطائرات والاقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية والى اسرائيل حيث اعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع لمواجهة خطط اسرائيل لضم اجزاء من الضفة الغربية بدعم امريكي هذا وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد اجتماعات لللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح لبحث اخر التطورات السياسية لمواجهة مخطط الضم بعد تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو بتنفيذه طالبت منظمة هيومن رايتس واتش لحقوق الانسان السلطات المصرية بالافراج عن مترجمتين اعتقلتا ولم يعرف الى اين تم اغتيادهما خلال الايام الاخيرة وقالت المنظمة في بيان ان السلطات المصرية ينبغي ان تكشف عن مكان الامرأتين وان تطلق صراحهما او تقدم دليلا للسلطات القضائية على قيامهما بافعال اجرامية والى افغانستان حيث قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصيب خمسة عشر اخرون في هجوم انتحاري وقع قرب العاصمة الافغانية كابول وقالت وزارة الداخلية في بيان ان انتحاريا فجر نفسه امام نقطة عسكرية للقوات الخاصة في ضواحي كابول ليكون ذلك اول هجوم على المدينة منذ اكثر من شهر اوسط لجنة رسمية امريكية بادراج الهند في لائحة سوداء لدول مهددة بعقوبات لعدم احترامها الحرية الدينية في عهد الرئيس الوزراء ناريندا مودي وترى اللجنة المتخصصة بالحرية الدينية الدولية انه من غير المرجح ان تنفذ وزارة الخارجية الامريكية التوصية لان الهند ومودي من اقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب والى بيرو حيث قتل تسعة معتقلين خلال عسيان في سجن في ليما توفي فيه سجناء جراء اصابتهم بفيروس كورونا واضافت الشرطة انه تم نقل جميع الجثمين الى المشرحة المركزية في ليما لاجراء التشريح القانوني بدأ العسيان في السجن ميغيل كاسترو كاسترو الواقع شرق العاصمة الاثنين غادات وفاة سجينين مصابين بفيروس كورونا وتدرس الحكومات والمنظمات في جميع انحاء العالم استخدام جوازات مرور مناعية بعد تخفيف قيود الحركة التي فرضتها للحد من اتشار فيروس كورونا يشكل اصدار هذه الوثائق التي تكشف عن وجود اجسام مضادة في الدم اداة لاستئناف النشاط الاقتصادي هذا ووصل عدد الاصابات بفيروس كورونا الى ثلاثة ملايين ومئة وعشرين الفا وتوفي مائتين وسبعة عشر الف والى جائحة كورونا في اسرائيل حيث افادت السلطات الطبية ان نحو ثمانية الاف اسرائيلي قد تعافوا من فيروس كورونا ليفوق هذا العدد عدد حالات الاصابة الحالية هذا ويستمر الاغلاق في جميع الحاء البلاد خلال احتفال اسرائيل بذكرى تأسيسها الثاني والسبعين بينما تتأهب السلطات لتسهيل القيود على الحركة وعلى النشطة الاقتصادية وسمحت بعودة طلاب المدارس الى مقاعد الدراسة ابتداء من بداية الاسبوع المقبل والى كورونا في السلطة الفلسطينية حيث اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسهيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة القدس واضحت وزيرة الصحة مي الكيلي ان مجموعة الاصابات في فلسطين بلغ خمسمائة اصابة بينها حالة وفاة واضفت الوزيرة انه وفقا لمعلومات وزارة الخارجية فان عدد الاصابات في الجاليات الفلسطينية تخطى الالف بينهم ستون حالة وفاة والان الى كورونا في اوروبا حيث ارتفعت الحصيلة اليومية للوفايات في اسبانيا بسبب فيروس كورونا عن يوم امس وسجلت وزارة الصحة ثلاثمائة وخمسة وعشرين اصابة وبلغت الحصيلة الاجمالية للوفايات نحو الاربعة وعشرين الفا في ثالث اكثر الدول تضررا من الوباء هذا وتدرس البلاد خطة للخروج من الازمة وتخفيف القيود المفروضة على المصالح التجارية والمواطنين لاحياء الاقتصاد من جديد في المانيا اعلن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس ان المانيا مددت توصياتها بعدم السفر في رحلات الى الخارج حتى منتصف الشهر القادم بسبب تفشي وباء كورونا هذا وتتوقع وزارة الاقتصاد الالمانية ان ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة ستة وثلاثة اعشار بالمئة في الفين وعشرين بسبب تداعيات تفشي الوباء وهو اكبر انخفاض في اكبر اقتصاد في اوروبا منذ بدء تسجيل هذه الاحصائيات في عام الف وتسعمائة وسبعين وفي الصين اعلنت ان الدورة السنوية للبرلمان السيني ستعقد في اواخر ايار مايو المقبل للاحتفال بعودة البلاد الى طبيعتها ويشارك في هذا الاجتماع ثلاثة الاف نائب عفوا ويجري سنويا في قصر الشعب في بكين هذا وتستمر الصين وهي مهد وباء كورونا بتسجيل عدد قليل من الاصابات بالفيروس يوميا الى كورونا في الولايات المتحدة حيث ارتفعت مجددا الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغت اكثر من الفين ومائتي حالة خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان ادارته تدرس مطالبة المسافرين من بعض الرحلات الجوية والدولية بالخضوع لاختبارات درجات الحرارة وفحوص فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس في البلاد اعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية ان البلاد ستعزز مراقبتها للاستثمارات الاجتبية لحماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب ازمة كورونا وقالت الوزارة ان عتبة البدء بمراقبة المستثمرين غير الاوروبيين الذين يشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى ستنخفض من خمسة وعشرين بالمئة الى عشر بالمئة حتى نهاية العام وسيتم توسيع المراقبة لتشمل قطع التكنولوجيا الحيوية ايضا الى هنا وصلنا الى نهاية هذا الموجز ننقاكم في مهت الناحق الى اللقاء اشتركوا في القناة